أسباب تحالف بعض القبائل الجزائرية مع الإسبان ضد الأثمانين السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات ثالثا سبب تحالف بعض الفصائل مع الإسبان رانت المناطق التي تواجدت بها القبائل المتحالفة مع الإسبان أغلبها أراضي منبسطة لم تسمح لهم بالدفاع عنها لعدم وجود الحصانة الطبيعية مما جعلها معرضة لهجمات الجنود الإسبان ولم يكن الآن مرتصرا على القبائل المجاورة لوهران بل امتد إلى جوار مدينة تلمسان حيث بث الرعب بين صفوف القبائل خوفا من النصارى وهذا عكس ما حدث في بيجايا حيث لم يتمتن هؤلاء الجنود من الخروج إلى المدينة لطبيعة الأراضي المجاورة لها لأن أغلبها مناطر جبلية يصب التواغل داخليا فيها إضافة إلى قلة معرفة بتضاريسها ولهذا كانت قرى هذه المدينة تتميز بشدة تحصينها مما صعب على الإسبان الوصول إليها لقد ذكر مونتانيس في المجلة الإفريقية أنه بعد احتلال المرسل كبير رأى العرب الذين يسكنون في ضواحي مدينة وهران بأن أوضاعهم قد أصبحت سيئة خصوصا وأن الإسبان قد وصلوا إلى ديارهم وأصبحوا يرتلون ويستعبدون الناس إضافة إلى أنهم هدموا كل شيء استطاعوا الوصول إليه وتانى هذا سببا في طلب هذه القبائل للأمان وإعلان الولاء وهنات شيء آخر ساهم إلى حتى بير في تحالف بني عمر مع الإسبان وهو أنهم فقدوا متانتهم عند العثمانيين الذين مع حلول 1531 ميلادي أصبحوا يميلون إلى بني راشد الذين ساعدوهم في مواجهة الإسبان وبالتالي تعرض بني عمر إلى هزيم سياسية مضافة إلى الهزيم العسترية التي تلقوها نضيف إلى كل هذه الوقاية التاريخية التي فرضت على فصائل بني عمر التحالف مع الإسبان تطور أسلحة المعارض ونرصد بدرجة خاصة مدفعية وعندئذ لم يعد لفارس بني عمر تلك الهيبة التي تانت لهم من قبل لعل مساعدة بني عمر للإسبان تانت طمعا في صلاحيات وامتيازات مطابر ترديمهم خدمة لهم مثل ما حدث لهم في الماضي خلال الصراع المارين الزياني إن معادات العثمانيين من طرف بني عمر واضحة وتجل ذات عند محاولة الباي شعبان الزناقي سنة 1686 ميلادي تحرير وهران حيث أن حملةه بات بالفشل وتم صدها من طرف الإسبان مستعينين في ذات بهذه القبائل حيث أن شخصا من هذه القبائل أصابه بسهم وأراده قتيلا حيث علق بني عمر والإسبان رأسه على أبواب المدينة ونعلم أنه تم بعد ذات استعادة جثته ودفنها أما المشرفي صاحب بهجة الناظر فإنه يرجع سبب موالاة بني عمر للإسبان بأنه راجع لتسلطهم على أولياء الله حيث يقول في ذلك فتان منهم المخدشون والمغطرسون والرفافظة والجند وسائل ما فيه الضر للمسلمين والنفر للإسبانيين وسبب ضعفهم تسلطهم على والي الله السيد أحمد الحلفاوي فدعا عليهم بالشرف تقبل الله دعاه تم دعا على إخوتهم والناظرة حيث انتهتوا حريمه فدعا عليهم بما حصل به النرض والضرر بهم نلاحظ أن المشرفي يتعاطف مع مرابطي المنطقة وهو ما يذهب إليه الباحث تاري مولد النبي في طضية الاعتراض ببراطة الوالي الصالح ومدى تعثيره واستغلال ذاته من طرف الناس أما أن أولاد عبدالله فتتتب عنهم أنهم كانوا ذوبات شديد ومر وبالتالي وطعوا تحت سلطة اليهود حتى أنهم كانوا إذا رأوا اليهود يطبلون يديه لقد ظلت فصائل بن عامد تتعرجح بين الاستقلالي عن الإسبان والإنظمام للعثمانيين حسب الظروف المناسبات ومن هنا كان وضعها صعبا للغاية تم أن الحاجة إلى الماءونة زادت من موالاتهم للإسبان ويضيف المشرفي ولما يستقل قدم الإسبانيين بوهران إن حاز إليهم طواف من الأعراب الذين أضعوا فإيمانهم والعياذ بالله من ذلك فصاروا خدم لهم ومن جملة جيشهم وتثرهم السواد على المسلمين فتأنوا لهم عليهم عوانا وفي الدين الفاسد لهم إخوانا فشنوا بهم الغارات وانتفعوا بهم فيما يحتاجونه من الدواب والأقوات وسبب ذلك الطمى في غرضهم الفاني الذي صير المسلم مجريما ويدعم هذا القول صاحب الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني أحمد بن سحنون الراشدي الذي يجمع عن القبائل الداخلة تحت راية الإسبان طواعا أو ترهن إنما هي طلب لعرض الحياة الدنيا ويفرد أبو راس الناصر بحثا مطولا عن الاحتلال الإسباني لوهران والمرصى الكبير مطلع القان السادس عشر ميلادي أصفر هذا الاحتلال الذي دام طينين ونصف النتائج وخيمة على ساكنة الناحية الغربية من البلاد الجزائرية إذ لم تتوقف الغارات الإسبانية للفصائل والقبائل المجاورة لها فتان الجيش الإسباني خلالها ينهب ويسلب ويرتل إلى درجة إبادة طبائل كاملة وتراجعت الحياة الاقتصادية تحولت أراضي شاسعة من الفلاحة إلى تربية المواشي وعند طال الناس من ستن الطرى إلى اللجوء إلى الخيام والاستطعاب بالجبال خوفا من غدر الفرط العسكرية الإسبانية ويذكر أبي راس الناصر أنه زمن الرعب والخوف وإلى ذاك يشير في قوله وتان طاغية الناصر يشن الغارات على المسلمين إلى أن دخل في طاعته الوالناظرة والقيزة وشافي وحميان وأولاد علي وأولاد عبدالله وغيرهم من بني عامر وغمر من شيعته الذين ينصرونه ويعتمد عليهم في جلب الأخبار والمسير في الطرط واتخذ منهم جواسيس يطال لهم المغاطس وقويت شوكته بهم وتعددت غازاته على الأطرابين والأبعدين فصارت سيرات وملاتة من جملة بلاده التي تحت يده يتردد بها في ليلة ونهارة لم يعد لدبان عامر أي حل آخر صوى الإذعان للإسبان وتجلى ذات خلال هجوم الإسبان على وهران في عام 1732 ميلادي أين استسلموا تحت ضرابات العدو وانضموا إليهم وبذات فتدت فصار البن عامر تماثتها وفي عام 1734 ميلادي عصرات من أولاد علي وأولاد زاير عند أطراف وهران محاولين جذب انتباه الإسبان وذات في انتفاض ضخمة ضد العثمانيين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد